اشتركوا في القناة ولي العهد في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح كما قدم سموه واجب العزاء إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح وإلى شقيق الفقيد معالي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد بدورة الكويت الشقيقة وإلى نجل الفقيد معالي الشيخ جابر مبارك عبدالله الأحمد الصباح وأفراد أسرة آل صباح الكرام جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى دولة الكويت الشقيقة رافقه فيها معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية والشيخ خليفة بن خالد بن عبدالله الخليفة نائب مدير عام مجلس العائلة المالكة ترجمة نانسي قنقر